مكتب رئيس مجلس الوزراء سعادة سيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تهاني لكافة المقبولين في الدفعة الثامنة لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال فترة انتدابهم لدى المكتب والممتدة لعام واحد حيث أكد أن البرنامج يعد امتدادا لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات لمواصلة مسيرة بناء الوطني وتنميته ونوه المحميد بما يتيحه البرنامج من فرص نوعية لمنتسبه من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف وأفضل الممارسات ليعودوا بعد انتهاء فترة انتدابهم إلى مواقع عملهم في مختلف الجهات الحكومية ويواصلوا رفض الخطط والمبادرات والبرامج التي تصب في مسار تطوير العمل الحكومية مشيرا إلى أن ما يتمتع به أبناء البحرين من حب للتحدي يدفعهم دائما لبدل المزيد وتقديم العطاء اللامتناهي بما يعود بالخير على الوطني والمواطنين